الملايين سلموا أن النور لا يمكن أن يكون في غير النهار ولكن أديسون قال أريد ضوءا في الليل وسعى فوصل لما أراد كذلك الرحلة في عالم الاختراع تبدأ بالفضول والسؤال والحاجة لماذا؟ كيف؟ من أين أبدأ؟ أسئلة كثيرة يطرحها كل من يدخل هذا المجال إجابتها لا شك أننا سنجد جلها أو بعضا منها عند المخترع الجزائري فوز بالرحمة والذي جاء من بريطانيا وكما ذكرت هو متحصل على لقب أصغر مخترع الشاب في بريطانيا لعامين على التوالي والمضالية الذهبية في كأس العالم للمبدعين العرب عن تجربته في عالم الاختراع من أين بدأ وإلى أين وصل فليتفضل مشكور السلام عليكم بعد بسم الله الرحمن الرحيم أحييكم بتحية السلام لتحية الإسلام معكم المخترع فوزي بالرحمة مخترع الشاب من عمر 25 سنة شارج جزائري مقيمة بريطانيا حاليا يعني كان أردت اليوم أن نشارككم بمناسبة هذا المؤتمر يعني مؤتمر تمييز ولكوني يعني كما يعتبر من الآخرين أعوذ بالله من كلمة أنا يعني لو أحب أن أقول أنا متمييز أحب أن يحكم عن العالم يعني الخارجي والشاب يعني الشباب الذين يطمحون أن يكونوا متمييزين هم الذين يحكمون على أني متميز أو لا يعني العمل أيضا هو الذي يبين أنك متميز كما قلت يعني شاب جزائري من مستغانم انتقلت إلى لندن بعد مزاولة دراستي في الجزائر كنت تدرس إعلام آلي بمعهد للتكوين العالي وكنت تدرس ماركوتينج تسويق بجامعة عبد الحميد بن باديس بمستغانم وبعد ذلك بجامعة عبد الحميد بن باديس يعني وقفت المشوار الدراسي لمدة سنة أخذت استراحة في ذلك الوقت يعني تواصلت مع متوسطة للتدريس يعني كعمل تطوعي نفس ما يعمل الشباب ككل هنا كنت ندرس إعلام آلي كنت ندرس إعلام آلي بمتوسطة يعني نقولوا نعرف يعني هنا كيف تسمونا إعدادي المرحلة إعدادية كنت درس يعني مساعد أما بعد ذلك انتقلت إلى بريطانيا لندن لمزاولة الدراسة وكان هناك أستاذ سعودي اللي هو يعني اقترح لي فكرة أني أسجل يعني بالكلية خاصة اللي هي نورث ويست لندن سجلت فيها لما سجلت هما يطلبوا نفس ما نقول يطلبوا يعني شهادة للغة 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 الإنجليزية أنا قالوا لي يعني تسوي تست يعني راح تقوم باختبار لكن لما درت اختبار أنا في البركتيكل في يعني تطبيقي قالوا لي ما تحتاش إنت اللغة الآن يعني راح نحطوك مباشرة في المجال الدراسي تاعك اللي هو كان بروغرامي وبعد ذلك تحولت إلى إلكترونيك بجامعة ميدرسكس والحمد لله يعني بفضل الله سبحانه وتعالى اقترحوا لي يعني نشارك بمسابقة وكانت هذه المسابقة خاصة بالماركت ميكر مسابقة ماركت ميكر هذه خاصة بالتسويق يعني تقديم أراء وفكر يعني واختراعات مع طريقة تسويقها قمت أنا يعني يعني أعطونا مدة ثلاثة شهر قال لك يجب أن يجهز يعني البروتو تايب اللي هو تسميم أو المجسم لاختراعتك أو الاختراع بحد ذاته يعني تجهزوا بمدة ثلاثة شهر مدة ثلاثة شهر ما كانت كافية لأن الاختراع اللي اللي فكرت فيه هو الويند سكرين ماب ويند سكرين نافيكي تر واللي هو نقصد به يعني الخارطة اللي تظهر على شاشة سيارة يعني شايف الزجاج الأمامي للسيارة تظهر عليه الخارطة يعني بدون أنك تلتفت للتومتم للجهاز يعني الـ جي بي اس فقط أنك تنظر على الويند سكرين تشوف يعني الـ بعد ذلك يعني كانت شغلة طويل لما لما استطع يعني أن نخلص هذا الشي قلت لا رح أغير هالفكرة رجعت الفكرة كنت فكر فيها قبل سنتين واللي هي السولر وايلس شارجر والحمد لله اللي فزت به بلاقب أحسن مسويق للسلع الإلكترونية بمنطقة بريستول وأحسن مختارع شاب بريطانيا لسنة 2015 وكان هذا شاحن للهواتف النقالة شاحن عبر الطاقة الشمسية والضوء العادي وكما يتم يعني نقل هذه الطاقة نقلها يعني عن بعد يعني ويرسلي أو صنفيل نفس ما أقول بالفرنسي صنفيل يعني بدون أسلاك يعني ما يحتاج أنك تربط الهاتف بتاعك مع الشاحن بالأسلاك وفقط يمكن يعني هناك تطبيق يعني لما تضغط على التطبيق يعني تسوي كونكت مع الشاحن هذا بعد ذلك رجعت الجزائر رجعت الجزائر بسنة 2015 يعني كانت شهر فبراير رجعت الجزائر وكان يعني تكريمات من طرف يعني وشكر يعني أشكر بالمناسبة الشعب الجزائري والشباب الجزائريين والناشطين على المواقع التواصل الاجتماعي اللي هم يعني هم اللي زرعوا فيها هذيك يعني روح العزيمة يعني على المطابرة ومزولة هذا الاجتهاد يعني في الدراسة وفي مجال الاختراع يعني ورجعت بعد ذلك إلى لندن إلى مقر إقامتي رجعت وشاركت بالسنة هذه السنة سنة 2016 بمسابقة أحسن مخترع عربي بالعالم واللي هي كانت يعني منظمة من طرف المجموعة العربية وفست باللقب يعني مرة ثانية على التوالي وفست باللقب أحسن مخترع على مستوى بريطانيا المرة الثانية أيضا يعني ثلاث مرات ثلاث جوائز بالنسبة لهذه اللحظة لكن الاختراع الاختراع اللي كان السنة هذه كان عبارة عن سمارت بوكت سمارت بوكت وين أخينا اللي كان يتكلم على كان يتكلم منا على الهاكر والاختراق الله يبعدك علينا شوية المهم نشكره بالمناسبة وشي شرف لنا كبير شرف كبير أنه واحد يعني بالعمر 15 سنة أنا نتأسف لما نلقى هذاك العمر أنا راح من عندي يعني ما مدرش كي مدر هو يعني لم أفعل ما وصل إليه هو لكن بمناسبة الاختراق هذه سمارت بوكت نرجعه سمارت بوكت هي حافظة ذكية للبطاقات البنكية وبالمناسبة هنا بتركيا شفتم يعني راهم يعني مع يعني يجارون الوثب الحضاري يعني مع الدول الأوروبية يعني عندهم بطاقات بنكية بدأوا يعني يستخدموها كثير هذه الحافظة الذكية تحمل بطاقات البنكية من التهكير من الاختراق يعني إذا فيها آلات يعني ماشين هذه جيل هاكر يمر بجانبك لما يمر بجانبك يسرق كل المعلومات اللي بداخل البطاقة البنكية الخاصة بك يعني إذا فيها يعني اسمك عنوانك كل شي بهذه البطاقة تطلع عنده باللابتوب يعني بالحاسوب اللي عنده وبذلك يقوم بتسويق وسرق يعني الأموال اللي تكون بداخل البطاقة هذه أنا قمت بعكس ذلك والذي نفس ما قال الشاب السوري اللي مشكور مرة ثانية كان يتكلم عن الويت الويت هات الويت هات هذه يعني إحنا ضد هذا التهكير ضد هذه الأشياء لأن الله سبحانه وتعالى يعني محرم السرقة وإحنا إن شاء الله نكون ضد هذه السرقة ونحمل البطاقات البنكية إن شاء الله بربي بالنسبة للتمييز وإحنا رأينا في عصر التمييز إن شاء الله نتمنى من كل طالب راحل هنا من كل طالب يعني بهذا المكان وبهذا المنبر نتمنى أنه فقط يضع هدف ويكون عنده غرض يضع هدف ويكون عنده غرض لماذا أقول هدف وعنده غرض لأنه بعض الناس يقول لك أنا أقول غرض هو نفس الهدف لا الغرض هو الهدف فرق بناءة فرق كبير الهدف هو الشيء الذي تريد أن تصل إليه لكن الغرض هو الغرض من الهدف الذي أنت سوف تصل إليه والإجابة على سؤال الأخ ممكن يعيدنا السؤال قال ماذا أنتو قلتونا إحناك ذا وإحناك ذا أنا هذا وأنا هذا وأنا هذا لكن لم تقولوا تجنبوا هذه الأشياء ممكن ذكرني بسؤال مرة ثانية الناس عادة يقولون افعلوا كذا وكذا وكذا نعم 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 صح أنا لخص لك كل هذا لخص لك كل هذا في كلمة واحدة وإجابة واحدة وإن شاء الله تكون هي يعني سر النجاح لكل متميز إذا تجنبها افعل وافعل وافعل وقل أنا وأنا وأنا لكن تجنب الغرور تجنب الغرور وهذا ما أفعله في حياتي إن شاء الله أنت من كل متميز من المتميزين الحاضرين أو الغائبين أن يعني يقتدوا بهذا الشيء ويتجنب الغرور حتى ولو وصلت إلى قمة الهرم فتجنب الغرور وهذا كل شيء السلام عليكم اشتركوا في القناة